المظهر والنظافة الشخصية دخلت على احدى المطاعم شبيت ريحة داخل المطعم ما عجبتك فهنا على طول حتحط في خبراتك وتتذكر انه هذا المطعم كل ما تدخل عليه فيه ريحة مؤذية ريحة ما هي كويسة ما حرجعها لمرة ثانية دخلت على احدى المطاعم وانت جوا سمعت صوت خناقة بين الموظفين على طول حتحط في دماغك انه هدول الموظفين او فيه موظفين داخل المطعم هنا غير محترمين فلازم تهتم في جميع المحاور اللي عملائك وانت كشخص ممكن تقيم اي مطعم عن طريقها طبعا كل هذا العوامل بتأثر على تجربة العميل وللمحافظة على معاييرك العمالية واللازمة تقديم افضل صورة وتجربة لعميرك فهذا كل الموضوع ومفتاحه في يدك انت